يسعد صباحكم كتير بنسمع عن فوائد الكركم وفي ناس بتخربط بين الكركم والعصفر الكركم ليس العصفر الكركم هو عبارة عن جذامير واللي احنا بنحطه على الأكل وعلى الرز ويستخلص منه مادة اسم الكركمين أما العصفر فهو نبات أو ما يسمى بالقرتم اللي بيطلع ثمار أو بذور تستخدم لطعام الحساسين والعصفير ولها فوائد على جسم الإنسان وبتطلع لنا الظهرة ذات الألوان المختلفة اللي هي شبيهة بالزعفران وأيضا تستخدم في الأكل كبهرة أما بالنسبة لفوائد الكركم المستخلص من الكركمين فهو مضاد حيوي قوي جدا مقوي لجهاز المناعة مخفض للسكر في الدم مخفض للكولسترول ومفيد جدا لمضى الضغط أيضا للناس اللي عندها قرحة في المعدة ننصحهم بتناول الكركم جذامير الكركم كأس إلى كأسين يوميا وإحنا أمام الكركم أمام نبات يعتبر من أفضل مقويات جهاز المناعة على هذه الطبيعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر